بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وفضل الصلاة والسلام أهلا بكم جميعا معكم محمد أحمد من قناة فيكراس في فيديو النهاردة هنوضح طريق التوصيل Current Sensor Mediol ACS 712 مع الأردوين والاستفادة منه في مشاريع كثير زي الطاقة الشمسية والزراعة الزكية اللي احنا مشيين فيه وعلى سبيل المثال مثلا نوضح بعض استخداماته زي ما وضح أمامكم ده محرك لما بيحصل عليه أي لود زيادة أو حمل بناء عليه المحرك بيستهلك كهرباء زيادة من خلال السنسور مديول المعنى ده بقدر استشعر الكلام ده وعرف ان المحرك وصل للود أو حمل زيادة أو المحرك في مشكلة فمناء على كده أقدر أننا أنفذ أمر أننا نفصل عنه كهرباء أخفض الطيار أزود الطيار وكمان في حاجات كتير نقدر ننفذها استخدام السنسور ده مثلا مع عدل مصابيح وصلين في مكان كل مصباح 100 وط عايزة أعرف ان هم يشغلين المية بقدر أحسب مثلا المية في عشرة بألف لو القراءة العطية معي 900 بقى في جارة 9 لمبات أو 9 أجهزة شغالين وفيه واحد عطلان أو فيه واحد فاصل فأقدر أعمل تشك عليه وكمان نقدر نعمل فيدباك في زلسلة لسمارتهم بالحساس اللي معنا ده بحيث ان نحن نقدر نعرف حالة اللمبات اللي شغالة معنا هي شغالة لو معنا مفاتيح بتشتغل منها أو مفصولة من خلال الميديول ده وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو بنا أصدقائكم يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومة لحد محتاجها تابعوا معنا قبل ما نبدأ التسكير بسيط بطريقة الشراء من موقع GLCB طبعا انت بتسجل في الموقع وبعد كده تضغط هنا وقد جاربر بعد كده بترفع الملف الخاص بك ملف الجاربر الخاص بك تمام بالشكل ده وبتنتظر بعد كده بتظهر لك تقدر طبعا تراجع الملف بتاعك من هنا وتشوف الصورة بتاعته بحجم أوضح تحمله وكبره بعد كده سيف توكارد بعد كده بتخلص رفع التصميم الخاص بك وبعد كده تشيك أوت وبتسجل بياناتك الخاصة بالشحن وبتحدد طريقة الدفع المناسبة لك عشان توصلك في قربة وقت ان شاء الله نبدأ على بركة الله ده الكرنت سنسور اللي موجود معنا فيه 3 أطراف جي اني دي و أوت وفي سي سي زي معوضة حمامكم تزيرة كيف سيكون في الحدود يستمتلك فى وال PERDWINOO وال overall VCC وال bulk F Roth ويقوم بمواجب ويقوم بمواجب ويقوم بمواجب ويقوم بمواجب بعد ذلك اوصل طرف الـ GND من الـ Arduino للـ Breakboard ويقوم بمواجب في الطرف المواجب فضل ان اوصل طرف الـ Digital 2 ويقوم بمواجب وهذا مصدر 5 فلت ويقوم بمواجب الموجب والذرق ويقوم بمواجب ويقوم بمواجب سأخذ مواجب المواجب ويقوم بمواجب وصلت طرف من أطراف سيرمو إلكتراك كولارف المديول سأقوم بعمل مصدر الطيار سأقوم بعمل طرف لكي استخدامه بسهولة سأقوم بعمل الأفوميتر سأقوم بعمل 10 أمبير سأقوم بعمل استهلاك سيرمو إلكتراك سأقوم بعمل 1 أمبير سأقوم بعمل أردوين في الكمبيوتر باليو سيبي سأقوم بعمل البرمجة سأقوم بعمل الأكواد جاهزة للمديول فقررت أن أقوم بعمل معادلة بنفسي سأقوم بعمل أمر متغير فلوت سأقوم بعمل صورة عشرية سأقوم بعمل 0.0 وسأقوم بعمل 0.0 وسأقوم بارغط شرق سأقوم بعمل ب 2016 talkincote سأقوم بعملג وستدامة 8 سأقوم بعملب definitive وبالآن نقوم بعمل نفتح بعمل ونقول لل登録 00 ونقض noget مved بعد ذلك أعرف البن ديجة الرقم اثنين أعرفه انه هو عود بوت وهكتب serial.begin وهنفتح الكوس وهنكتب السرعة التي نحتاجها 9600 كويسة وبعد ذلك أعمل الأمر بحيث انه عندما نفتح السيريال منطور يكتب معانا على طول زي ما كان في درس الفولتاميتر serial.brint وهنفتح الكوس وهنعمل في الكوس كوسين وهنفتح الكوس ونفتح الكوسين معنا وهنكتب دي سي دي سي كارانت مثلا وهنقف الكوس الكبير وهنعمل نقطة تحتها فصلة بحيث انه أول ما يفتح السيريال منطور يكتب الامر ده معك يكتب الجملة دي معك فيه ونذهب على اللوب وعمل انتو متغير واسمي فال الفال ده يساوي القراءة الانالوج أربع المحتوى الانالوج امنه ازيرو ونفتح الكوس وهنكتب فيه ازيرو ونقف تحتها فصلة ونقف الكوس ثم نزل تحت ونعامر serial println هتطبع لي بشكل رأسي ونفتح الكوس وتطبع لي الفال ونقف الكوس ونقف تحتها فصلة وكل كبير ونفتح الكوس ونقف تحتها فصلة هذا هو الوصف حسنا اقوم بتقريباً وطلب مني ان نتخطي الكود مثلاً اسم يسميه المستخدمي يسميه وسيقوم بتقريباً اقوم بتقريباً على الاردوينو ونذهب للاردوينو ونركز نركز مع الأفو متر عندما اتصل على القراءة قبل ان اتصل على القراءة وكتب دي سي كرانت طبعا بالفعل وبعد كده كتب القراءة معانا من غير اي حاجة بيكتبت خمسة وتسعين ستة وتسعين سبعة وتسعين فكده القراءة دي لازم نهمشها معانا ان احنا الوقتي بنعمل المعادلة لما هعمل اللود اللود معايا كده جابة تلاتين يعني سبت معايا كده على واحد امبير سبت معانا 425 يعني كده تقريبا يعمل معايا 30 جزء من الـ 14 جزء اللي معانا في القراءة الانالوج فهنا كده هنهمش المية وبعد كده هنعرفنا تقريبا الـ 1 امبير معانا بيساوي 30 جزء فهنجرب كده نعمل معادلة بسيطة هقسم الـ 14 جزء الاول هطرح الـ 24 جزء هطرح منها 97 وليا كون اللي هي القراءة المهمشة تمام هطرح الـ 97 جزء بالشكل ده يطلع عندي 927 هقسم الـ 927 على 30 أمبير اللي هم إجمال اللود الخاص بالسنسور ده هيديني تلاتة وتسعة من عشر يبقى أنا كده تقريبا ماشي صح تمام هاجي هنا واعرف بقى الفلوت ان والفلوت ان والفلوت ان هكتب ان بتساوي وخليها بتساوي فال ناقص 97 مثلا خليها فال ناقص 97 اللي هي القراءة المهمشة وعمل نقطة تحتها فصلة كده أنا عرفت ان بتساوي القراءة اللي في الفل هتطرح منها 97 وبعد كده هعمل الـ A-Out هتبقى بتساوي الـ A-N على 30 وتسعة من عشر اللي هي القراءة اللي طلعت معنا لما قسمنا الرقم المطروح من 1024 ونقطة تحتها فصلة ونجرب نخلي السيريال برنت يطبع لنا القراءة اللي هتخرج معنا في الـ A-Out هنكتب هنا A-Out عشان يطبع لنا القراءة دي عشان نجربه ونعمل جنبها فصلة ونكتب اتنين بحيث ان بعضنا جنبها كسرين عشريين بعد العلامة العشرية تضع لي رقمين وارفع الكود على الـ Arduino ونروح للـ Arduino ثاني ونوصل طبعا عشان نشوف معه الـ Avometer ونشوف سيريال منوتور كاد باقي معنا طبعا القراءة مفيش اي قراءة يعني تقريبا كده احنا عملنا معادلة صح تمام وقدرنا نحصل على الأنبير المستهلك احمل هنا واحد أنبير القراءة فيها نسبة خطأ طبعا النسبة الخطأ دي ممكن تكون بسبب زي ما وضحنا في درس الفولتاميتر انخفاض الطيار وارتفاع الطيار فممكن ان نستخدم معنا في درس النهاردة كبستور بحيث ان هو يوضح طبعا السيرمولكتر القراءة بتتغير معنا في الـ Avometer وقراءة هنا تقريبا فيها يعني نقدر نقول 7-8% قراءة خطأ نسبة خطأ في القراءة طبعا نقدر نعدلها من الأكواد نحن نستخدم المعادلة يركب الكابستور معها كابستور 16 فولت ألف مايكرو فراد وصلت معها بالشكل على أطراف الخمسة فولت المفروض يتوصل على أطراف الخمسة فولت لداخل مايكرو كونتور وصلت على الخمسة فولت لداخل الأردوينو وهجرب ثاني هنا القراءة تقريبا يعني نقدر نقول 7-8% بقى 5% أو 4% القراءة نسبة خطأ والقراءة ثبتت إلى حد ما طبعا نحن نركب كولر اللوت وصل مع نفس الباور سبلاي اللي أنا مستخدم على الأردوينو فأكيد بيأثر انخفاض الارتفاع في الطيار أكيد بيأثر على الباور الكابستور يحل المشكلة حسنا نستفيد من القراءة بإيه؟ هنجرب بس حاجة معكم في الفيديو ده هنعمل فأكبر من أو يساوي 35 ملا أمبير تمام؟ هنقفل الكوز هتنفذ أمر ما يعني لو الكراءة معك تكبر من أو تساوي 35 ملا أمبير لان محركة سأستخدمه بالإستهلاكة هتعمل ما معي؟ لو وصلت معك الكراءة كده نفتح الكوز، هنكتب فيه ديجيتال رايت ستفقل البن رقم 2 ستفقل البن رقم 2 ستفقل البن رقم 2 ونقفل الكوز نقطة تحت فصلة او احنا كده نخلينا احسن نخلي له وناخد دهك ونطلع في الفيتس اطابا نخليه شغل المحرك اول من الاردون ويشتغل كده المحرك يشتغل معنا بس لو اللوت زاد هيخلي له يعني هيفصله لو اللوت زاد على المحول بس ونخلي ده نعملها 35 امبيرا نخليها 35 ميلا امبير بالشكل ده تمام هنا هنخلي ده مية واحد هتكون احسن معي في القراءة يعني انا عملت في القراءة اكتر من رقم كده جربت مع نفسي كانت المية واحد احسن قراءة وصلت معي وخليه 45 ميلا امبير مش هخليها 35 او 65 ميلا امبير عشان تكون قراءة معقولة بالنسبة للتجربة عشان تبان معنا وما تضيع عشان منا وقت في الفيديو اوصل الافو میتر معي عشان نشيل السريال منوتور معنا من عشاش عشان تكون كل حاجة واضحة لما حملت على المطور لما عملت على حملة زيادة بادي لما حاولت اوقفه المحرك بالفعل وقف عملت رسيت الاردوينو عشان يبدأ يشتغل ثاني هعمل حملة على المحرك مقرب من الاربعين وفعلا زاد على الاربعين بس ما بانيتش معنا في الافو میتر هحاول ان انا اوقف واركب عجل عشان توضح الموضوع اكتر تماماً عملت رسيت الأردوينو حاول أقف المحرك مجرد ما أحاول أعمل لود زيادة على المحرك المحرك الأردوينو يأخذ أمر أن اللود زياد و يفصل الكهرباء على المحرك طيب نحاول نتبطأ في اللود الذي نعمله على المحرك شوية بشوية كده بحيث أن يبان معنا في الهوومتر 31-34-37-39-40 المحرك يقف معي تماماً لما الحمل عدى الـ 40 وقف معي طبعاً القراءة زي ما وضحنا نفها نسبة خطأ نسبة ممتازة جداً نحن نصل عليها بمعادلة لغاية لما نجد معادلة مصبوطة أو دلة مصبوطة خاصة بالميديول هنشرحها إن شاء الله ليكم عشان تكونوا أدقوا وتوصلوا لنتيجة 100% إن شاء الله وكده إن شاء الله نكون وصلنا نهاية فيديو النهاردة يا رب يا رب نكون وفقنا في تقديم المعلومات ما تنسونا من صالح دعوابكم لو أجبكم الفيديو هتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيلوا الجرس عشان يوصلكوا إشعار بكل جديد وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا مشاركة للفيديو مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته